اهلا بحضراتكم في برنامجكم كون انت وحلقة جديدة من الاجابة عندك الاجابة عندك فكرة بتكشف اكذوبة الصحوة الاسلامية المزعومة وبتكشف اكذوبة ما قيل من اسلامة المناهج والمجتمع عشنا فترة سبعينيات وتمانينات وتسعينات قبل صورة تلاتين ستة في خطاب ديني بيقدم لنا انه جاي يعمل دين جديد او يحيي الاسلام اللي جاء به سيدنا رسول الله وكأن احنا ما كناش عايشين في ديننا الاسلام الختم اللي امن بيه ابقنا واجدادنا وابق اجدادنا وعيشين مستقرين بطمأنينة قلب ودول جايين بالكلمات المرسلة والعبارات يعني اللامعة من اجل سرقة واستلاب عقول وقلوب الشعب المصري فقالوا صحوة اسلامية ايه الصحوة الاسلامية وهنأسلم المناهج ايه اسلمت المناهج الصحوة الاسلامية اللي هم هيقدموها واسلمت المناهج كأن العلم ما يبقاش مسلم الا اذا هم مضوا عليه المجتمع ما يبقاش مسلم الا اذا هم مرضوا عليه فأصبحت الصحوة الإسلامية وأستمت المناهج عبارة عن فكرهم وفتواهم ورأيهم ومنهجهم اللي بيقدموه على إنه هو ده حكم ربنا هم يعني سبحان الله تجاسروا على قول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كانت بقى فكرة الإجابة عندك عشان نقول لكل إنسان كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أكثر من أحد من أصحابه وبصى وأبي ثعلبة وإنواس بن سمعان وغيرهم استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني تحمل أيها الإنسان المسئولية بينك وبين الله لإنك دخلت الدين بإرادتك مش بجماعة فلما دخلت الدين بإرادتك تفهمه بإرادتك وتعيش فيه بإرادتك تبقى الإجابة عند مين عندك أما الوظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء إيه البلاغ والبيان والتعليم ورفع اليد عارفين بدعة الصحوة الإسلامية هي بدعة سيد النبي ما قالهاش ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين دي بدعة بدعة قدموها وخدعوا الناس بوصفها إسلامية يعني عارفين بقى زي ما يقول لك إيه الكفر الإسلامي أستغفر الله ها الظلم الإسلامي أستغفر الله برضو كذلك الصحوة الإسلامية باستلاح من أجل استلاب عقول الناس البدعة دي كانت من مشايخ التنظيمات الدينية قبل فورة يونيا بهدف أن هم يجندوا الشعب لأوصياء حاكمية ربنا يعني هم خادمين شيوخ التنظيمات الدينية خادمين ومستأجرين لصالح مين التنظيمات السياسية اللي استخدمت الشيوخ دول وقالت لهم إحنا مطلوب منكم تعبدولنا الشعب علشان إحنا هنقيم حاكمية ربنا حاكمية ربنا بقيت في إيد مين بقيت في إيد زعماء الجماعات الدينية دي والتنظيمات الدينية دي حاكمية ربنا اللي ربنا يغار إن هو أحد من خلقه اللي خلقهم يزعم بإن سلم له حاكميته لما ربنا تكون له الحاكمية إن الحكم قولا لله هو الوحيد الذي يتصرف فيها وهو الوحيد الذي يقضي بها محدش يقضي بها نيابة عن الله عز وجل ولكن لما ربنا يجعل الحاكمية له ثم يجعلنا مستخلفين في الأرض مين المستخلف في الأرض الإنسان الإنسان مؤمن وغير مؤمن الإنسان ذكر وأنثى الإنسان صار كل إنسان هو يعبر عن حاكمية الله في نفسه يعني حتى لاختار الكفر اختار بحاكمية الله فمن شاء فاليوم شاء فاليقفر إذن صار كافرا بحاكمية الله اختياره بخارجة اختيار مين أولا إرادة الله عز وجل ثم اختيار الإنسان واللي اختار الملة الإسلامية الخاتمة واللي اختار ملة الأخرى اختياره هو لما كان اختار وكان تحت إرادة الله عز وجل فصارت بدعة الصحوة الإسلامية دي اللي كانت من مشايخ التنظيمات الدينية السياسية قبل ثورة يونيا كانت تهدف إلى تجنيد الناس مش لصالح كل إنسان نفسه وسيادته زي ما كل أمه وكل أب يقول لابنه خلي بالك من نفسك خلي بالك من صحتك محدش نفعك لا هم يقول لهم انتو بقى احنا اللي هننفعكم احنا اللي هندخلكوا الجنة وهنيسر لكم سبيل رضا الله عز وجل تعالوا احنا احنا المسئولين شوفوا الأم والأب بيعملوا ايه مع ولادهم وهم بيعملوا ايه مين بقى شيوخ الجماعات والتنظيمات الدينية دول مش شيوخ طبنا دول مش شيوخ الدين شيوخ الدين زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فليأخذ بحظ وافر إذن لو انت صحيح شيخ بجد قدم معلومات مش تقدم فتاوى وتوجيهات انتوا عارفين خطاب الصحوة الإسلامية المزعومة والمكذوبة دي اللي عرفوا يلبسوا بيها على الشباب والفتيات في السبعينيات والثمانينات كان ممنهج وأنا بتابع كده فيديوهات كتير في الفترة دي لمشاهير المشايخ في الفترة دي كان كلهم بيهدفوا إلى إيه بيهدفوا إلى إن المواطن إن المسلم يفقد الثقة في نفسه لازم يبقى عالة على الشيخ حتى المتخصصين في خطاب الديني مش كل أصحاب الخطاب الديني محظوظين لا من المحظوظ المرض عليهم من التنظيمات الدينية هم دول أهل الثقة شيوخ الثقة للتنظيمات الدينية اللي فتوتهم معتمدة فتوتهم تعبر عن حاكمية الله وفتوت غيرهم لا ما تعتبرش معبرة عن حاكمية الله يعني كل هدفهم إن انت يا إنسان تفقد الثقة في نفسك عشان تعتمد على الفتوى و بنقول الدين بيقول إيه وفي نفس الوقت الشيخ اللي هما مش رضينا عليه أو العالم اللي بيقدم علوم دينية هما مش رضينا عليه فورا نكيله تهم عشان الناس تنصرف عنه لا تسمع لفلان لا تسمع لفلان هذه العبارة اللي كانوا بيقولوها للأطفال ولا يزالون يفعلون ذلك اللي هي التنظيمات الدينية المعروفة اسمع لفلان لا تسمع لفلان ليه فلان ده هو الشيخ المجند ليهم مش فلان ده هو اللي بيكلم ببراءة وبعلم بريء لا أما اللي بيكلم ببراءة وبعلم من أجل إنه يخلي الدارس والمتلقي يبقى أفقه من المتحدث ده يبقى عدو لهم لأنهم عايزين ناس مجندة للتنظيم بتاعهم يعني خلوا بكل أسف الأطباء والمهندسين والصيدلة والمحامين وأصحاب الحرف وأصحاب حتى الرؤى والمناصب السياسية مولانا أعمل إيه مولانا أفعل إيه للدرجاتي خلاص معادش الإنسان يستطيع إنه يتعاون مع الله عز وجل ونسأل مولانا ونقول أصدر تخصص ده هم وظفتهم يقولوا العلم يقولوا ما قاله أبو حنيفة ومدرسته ما قاله الإمام مالك في مدرسته ما قاله الإمام الشفع في مدرسته وأحمد في مدرسته إحنا دي مش مذاهب عبارة عن فتاوى أبو حنيفة وفتاوى مالك وفتاوى الشفع وفتاوى أحمد آسف دي اسمها جامعات سميت باسم مؤسسيها الجامعة دي فيها جيل أسدزة وجيل طلاب جيل أسدزة وجيل طلاب وكل الأسدزة كل واحد منهم مختلف في داخل المذهب أراء في داخل كل مذهب أراء مختلفة فهم كل هدفهم إنك ما تعتمدش على ربنا ولا تعتمد على نفسك ما لتعتمد على مين عليهم هم إنتوا عارفين شيوخ الصحوة الإسلامية المجذوبة والمزعومة دي هم بيشوفوا الشعب إيه في نظرهم بيشوفوا الشعب في نظرهم إنه قاصر في الخطاب الديني وهيعيشتوا العمر قاصر في نظرهم مش مثلا يقولوا إيه هنعمل مرحلة خمس سنين لتعلموا الشعب يتفقه عشر خطة خمسية ولا خطة عشرية لا ده إحنا عايزين الشعب يظل قاصر مدى الحياة شوفوا دستورك العظيم في ألفين واربعتاشر نص على إيه على إن لازم اتجاهنا كشعب نمحوا الأمية في خلق عشر سنين من ألفين واربعتاشر لازم ما يبقاش فيه عندنا في مصر أمي ليه لإن الشعب لما بيجتمع في دستوره بيبحث عن مصلحته لكن هم عايزين الشعب يظل قاصر ويبقى الريس عليهم والموجه عليهم زعماء أو شيوخ الصحوة الإسلامية أو التنظيمات الدينية مش كل شيخ لا مش كل عالم لا مش كل فقيه لا مش كل مفسر لا إما المين المرضى عليهم أو المستأجر منهم الهم دول اللي يقودوا الشعب باعتبار إن الشعب قاصر وهم أولياء أموره وياخدوا بقى الآية القرآنية يا أيها الذين أمانوا أطوع الله وأطوع رسوله والأمر منكم مين أولي الأمر الشيوخ من الشيوخ الشيوخ التنظيمات الدينية مش كل شيخ مش كل فقيه شفتوا ده أكذوبة عشناها ولي بكل أسف دفع عليها مبالغ كبيرة وروج لهم في الإعلام وفي الأماكن في المنابر وغير ذلك وهم كل هدفهم وكل توجههم إنه يجعلوا الشعب قاصر عن استرداد رجده يبقى هو يقدر يجاوز ماشي ينسيبه يجاوز ينسيبه يبيعه ويشتري لكن إنه يتكلم عن أمر دينه وعن عقدته الدينية بكل أريحية وتفسيره الديني مع الله عز وجل ويختار الدين اللي هو سيلقى الله به لا إحنا اللي هنخليك تتوجه إلى الدين الذي نرتضيه لك مش اللي أنت ترتضيه لنفسك بحجة إيه إحنا اللي عارفين رضي ربنا فين لا حول ولا كتا إلا بالله يعني يكذبون على الله عز وجل وبكل أسف راجع لهم الأمر وبيروا أن الشعب غير رشيد أو غير مؤتمن على أمر دين نفسه لهو مؤتمن على دين نفسه ولا رشيد في اختيار دينه ولا هو متأهل للاجتهاد يعني يجي يكتهد أنت مش أهل الاجتهاد أنت مش أهل الاجتهاد طب وأهل الاجتهاد الحقيقيين لا دول مش مرضى عليهم دول بيفتم بغير إرادتهم إذن هم ضد عشان كده لكن لابد الإجابة تكون عندك زعماء الصحوة الإسلامية المجذوبة والمبتدعة دين هم شايفين نفسهم بديل عن ربنا في الأرض أستاذ الله وإحنا مكنناهم بكل أسف إزاي نمكن مخلوق أنه يقدم فتوته على أنها مراد الله إزاي إحنا نرتضي أن في مخلوق يقدم تفسير القرآن الكريم على أنه بديل عن نص كلام الله إزاي إحنا أبننا ده الزعماء دول اللي هم لي الصحوة الإسلامية الشيوخ المستأجرة للتنظيمات الدينية شايفين نفسهم هم بديل ربنا في الأرض وإحنا سبناهم إزاي نيسيبهم إزاي نيخلي واحد يتجاصر على الله عز وجل ويقول فتودي دي مراد ربنا فتودي دي هي الدين الصح ونقول صحيح الدين مين صحيح الدين مين ياملك صحيح الدين أنتم لا إله إلا الله أنا ياملك صحيح الدين نفسي وياملك صحيح الدين نفسك لكن أنت تقول لي أنا اللي هوجهك لصحيح الدين صحيح خلاص انت الدين بقى بعبودك انت بقى استغفر الله محدش يعرف صريح الدين غير كل انسان مع نفسه مش كل انسان على غيره كل انسان على نفسه طالما الرشيد هو اللي عرف صريح الدين نفسه طالما ان ديني لا يمس غيري امتى لو انا بقى مست غيري ما تقوليش دين تقولي فيه اعتداء شوف ديني علاقة بيني و بين الله لا تمس مخلوق لا تمس زوجتي لا تمس ولادي لا تمس جراني لا تمس زميلي لا تمس كل احد من خلق الله اما علاقة الدينية ايه بيني و بين الله يوم امر ديني اللي انا بزعومه يمسك يبقى انا معتدي عليك يبقى انا انت من حقك ترفض الا اذا كنت مرتضي و يبقى فيه علاقة تراضي ما بين الاطراف اذا هؤلاء الشيوخ التنظيمات الدينية اللي انا بسميهم شيوخ الصح والاسلامية المبتدعة هما شايفين نفسهم بديل عن ربنا في ارضه وان هما يعرفوا مراد ربنا في السياسة والاقتصاد والطب والتدريس والمناهج والفقه والتفسير وشؤون الحياة مين اللي يعرفوا مراد ربنا في السياسة هما مين اللي يعرفوا مراد ربنا في الاقتصاد هما وهكذا فاصبح السياسيين يسأل مولانا ده انا ماشي صح ولا غرض ده في عهدهم مش في عهدكم الرشيد وفي الطب يا مولانا اعمل عملية جراحية دي ولا ما عملهاش يا مولانا سبحان الله حتى في الطب وفي الاقتصاد يا مولانا التعامل ده صح ولا غير ويبقى البنك يبقى اسمه اسلامي لما ندخل فيه اتنين من اوصياء الدين منهم مش من اي شيخ تهاني لا منهم طالما شيوخ اوصياء الدين دخلوا البنك ده وصاروا هما اللجنة بتاعتهم في المراقبة عليهم يبقى بنك اسلامي شفتوا يعني الاجزوبة اللي عايشناها لازم الشعب يعي في امر ذلك والحمد لله الشعب وعى في تلاتين ستة وعاش الان في عصر الرشد الديني بفضل الله عز وجل اذا هم كانوا لا يرون لا فقه ولا تفسير ولا حديث ولا حتى الحديث الصحيح ولا حديث غير الصحيح هما الالوه التفسير الصحيح وغير الصحيح هما الالوه الدين الصحيح وغير الصحيح هما الالوه ايه ده وقال لك تعبير صحيح الدين وصوابت كل دي مصطلحات الهدف منها ازاي اسيطر عليك للأسف شيوخ الصحوة الاسلامية المزعومة نجحوا في بخداعهم وبكذبهم مش نجحوا بالبراءة نجحوا بخداعهم وكذبهم في إنشاء مشجيل أجيال تعتمد على الفتوى الفتوى بتقول إيه أصلا أنا همين الدين أنا همين الدين واتضح إن الفتوى رأي ما هوش دين ده رأي اللي بيقولها نفاجأ بين قاله فأصبح استعبد نجحوا بكل أسف بخداعهم وعلى فكرة الخداع ده ربنا نص عليه في كتابه يعني لما ربنا بيقول لنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون ومن الناس من يقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم ما كانوا يجذبون وإذا قلنهم لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون مطلوب منكم تصلحوا في الأرض تعلموا الناس مش تديروا الناس بالدين لا احنا بنصلح بقى بإدارة الناس وتكفيف عقول الناس محدش يكتهد في هم كانوا بيفكروا بهذا التفكير لتكفيف العقول عشان العقول دي تعتمد عليهم وتعتمد على فتوتهم ولا تعتمد على الله عز وجل انت يجب تعتمد على الله القرارة يطلع من نفسك الفرد احتاجت المساعدة تحقد المساعدة من المجتمع ما تاخدش المساعدة من شيخ دون شيخ تاخد المساعدة من كل الشيوخ من كل اهل العلم على فكرة في هذا العصر اللي بيسموه الصحوة الاسلامية السبعينات والتمعينات والتسعينات لحد يعني صورة 30 يونيو 2013 ما كانش يستطيع انسان عاقل في ظل اجذوبة الصحوة الاسلامية المزعومة دي ان هو يستطيع ان يقدم فتوى او رؤية مبنية على منطق مبنية على فكر مبنية على اجتهاد شخصي يخالف فتوتهم ما كانش واحد منهم يستطيع انه يقدم حتى من المتخصصين ايو والله حتى من المتخصصين واه لو طلعت فتوى تتعلق مثلا بمشروعية حل البنوك زي ما المرحوم الشيخ الدكتور محمد سيد تنطاوي شيخ الازهر الاسبق قال بان فوائد البنوك ليس فيها وجه للتحريم وهو لسه مفتي ثم صار شيخ الازهر حربوه انت شيخ السلطان انت بتحل للربا ربا مين هو ربنا قال وقال حل الله البيعة وحرم البنوك وقال له وحرم الربا البيع مبادلة بتراضي والربا ليس مبادلة بتراضي لازم يكون الربا عكس البيع فلما يكون التعامل في البنوك تبادل بتراضي وقال به تمانية من الصحابة تمتوا عليه ربا ده حتى الذين قالوا عليه ربا قالوا ربا فضل ما هواش ربا مطلب ما هواش ربا نسيئة وسيدنا نبي قال إنما الربا في النسيئة لا هو تلبيس أفتى بمشروعية حل فوائد البنوك أو التعامل مع البنوك ولا الضرائب ولا السياحة ولا الفن ولا مساعدة كنيسة آه لو كان أفتى بذلك ولا أفتى بحل مشروعية الإجهاب قبل نفخ الروح دي مهمة بقى أحب أقولها إيه بقى الإجهاب قبل نفخ الروح إنتوا عارفين أكثر من 80% من الفقهاء أكثر من 80% من الفقهاء قالوا بأن الإنسان لا تكون له عصمة الحرمة في بطن أمه وجنين إلا إذا نفخ فيه الروح قبل ذلك فهو في حكم الأحشاء في حكم الدم يمكن الإمام مالك الوحيد اللي قال الحرمة والعصمة تثبت للجنين من أول يوم إخصاب الإمام أشهب قال لا لابد من شهر ابن القاسم قال لا لابد من مضي مدة يجمد فيها أو يستقر فيها يعني هذا الجنين في أول أسبوع وعشر طيام باقي الفقهاء قالوا لا لما يستبين بعض خلقه أو يستبين خلقه وتدب فيه الروح إذن أمامك في بأريحية مع جمهور الفقهاء اللي هم صدعونا وقالوا لنا رأي جمهور الفقهاء هو الأصوب أو رأي جمهور الفقهاء بيقول بمشروعية الإجهاض الرضائي الزوجين يختاروا طريق الإجهاض الرضائي فيما قبل نفخ الروح الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث قبل اكتمال الشهر الرابع من حق الأبوين ده رأي جمهور الفقهاء والله ده رأي جمهور الفقهاء افتحوا كل الكتب اسألوا در الافتاح اسألوا شيخ الأزهر اشتقلوا كل الجهات احنا عايزين رأي جمهور الفقهاء مش عايزين رأي فضلتك احنا عايزين رأي جمهور الفقهاء في المزاهب كلها في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح أو في حكم الإجهاض قبل استبانة بعض خلق الإنسان في بطن أمة جمهور الفقهاء بيقول ايه الجمهور بيقول ايه في المزاهب الحنفية والملكية والشفعية والحنبلة أهم حاجة الحنبلة كمان تشوفوهم هتلاقوا جمهور الفقهاء بيقول إن الإجهاض الرضائي جائز لان لسه دم او احشاء وليس فيه روح وليس فيه نفس طيب لما فيه فتوى جمهور الفقاء بتقول كده دي ما تحلش تنظيم الناس هم مش عايزين دي مش عايزين تنظيم الناس هم عايزين كافة الناس لعشان كل هدفهم ازاي الحكومة تعجز عن تحقيق مطالب الشعب وارضاء الشعب فيه مصالحه وخدماته كل لما الحكومة تعمل حاجة يبقى لازم الناس الكثير يبلع التنمية دي وتظل الحكومة غارقة فيه اكفاء الحوائج الاصلية للانسان ونعيش بهذا الفقر مش ان احنا ننظم نفسنا ونشوف مصلحتنا فين كل ده شغل مدبر شغل مبنهج واللي هيقول اي فتوى عاقلة ويقول خليكم مع رأي جمهور الفقاء ده متآمر على الاسلام ده متآمر على الاسلام ده يعني عشان كده بنقول لازم تكون الاجابة عندك وبنقول لحضراتكم ان شعرنا في الاجابة عندك قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون حلقة النهاردة عن ميراث الجدة كما وعدنا حضراتكم بس كان لابد من وجود هذه المقدمة اللي بنأكد بيها على ان الاجابة لازم تكون عندك وهي دي الصحوة الحقيقية ليش هنقول الصحوة الاسلامية لا الصحوة لاسترداد الرشد الديني الصحوة لاسترداد الرشد الديني انت زي ما انت رشيد ماليا رشيد ايضا دينيا هنتكلم عن ميراث الجدة وده اول حلقة في ميراث الجدة واحنا بناخد في كل حلقة يعني جزء بسيط من احكام المواريث علشان تستقر في الاذهان ونستوعبها خاصة ان محدش بيكلم في احكام المواريث ويمكن لاول مرة تحدث في حياتنا الاعلامية دراسة في علم المواريث فقه مقارن مش فقه موجه ونكمل بعد الفاصل صحابي الجليل المهم ده عن ميراث الام ننتقل الى ميراث الاب ميراث الاب هو ميراث الجد بالضبط بس شيل الاب عند الجد الجد لا يرث في وجود الاب فاللي هنقوله في الاب هو نفسه اللي هنقوله في الجد الاب له السدس السدس بس ويمشي لما يكون ابنه اللي مات ساب ابن ذكر او بنته اللي ماتت سابت ابن ذكر هو هياخد السدس ومارش حاجة تانية طيب افرد ابنه ولا بنته اللي ماتهم سابوا خلفهم أنثى بنت هو ياخد السودس زائد الباقي تعصيبا افرد ان ابنه ولا بنته اللي ماتهم ما سابوش حد يعني ما خلفوش فالأب ياخد الباقي تعصيبا وبعدين بينا بقى ان الجد مثل الأب لكن مع شرط عدم وجود الأب لأن لو كان الأب موجود الجد مش هياخد حاجة الأب هياخد كمان مع الأم في المسألة الغروية اللي ذكرناها منذ قليل مع الأم هياخد تلتين الباقي ده لما يكون ابنه اللي مات ساب مراته فهندي لمراته زوجة الربع باعتبار ما فيش إنجاب والتربع الباقي الأب هياخد التلتين والأم تاخد التلت افرد اللي مات بنته الأب بنته اللي ماتت هندي لجوزها النص والنص الباقي التلتين للأب والتلت الباقي للأم الجد زيه بالضبط عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء والقلون المصري لم ياخد بمسألة الغروية في مسألة الجد نأتي للجد الجد الجد أول عنصر في الجد عايزين نعرف شجرة الجد وجه الصعوبة في الجد اللي فات علاقة الجد بالإخوة والأخوات لكن وجه الصعوبة في الجد معرفة من هي الجد التي ترث ومن هي الجد التي لا ترث في الجد ذكرنا تلت أقوال في علاقة الجد بالإخوة والأخوات رأي أبي بكر الصديق وأبو حنيفة والمذهب الظاهري إن الجد زي الأب يحجب الإخوة والأخوات وده ما خدش بالقوان المصري الرأي التاني رواية عن زيد ابن ثابت وهو قول عبد الرحمن ابن غنم الفقيه ومفتي فلسطين اللي سيدنا عمر بن خطاب أرسله إلى الشام لكي يعلمهم أحكام الفقه اللي مات 78 هجرية قالوا إن الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء يحجبوا الجد وده برضه ما خدش بالقوان المصري بس ده رأي فقه موجود وله دليله وحجيته الرأي التالت اللي أخذ به قوان المصري وعليه جمهور الفقهاء إن الجد يحجب الإخوة الأم بس أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فالجد يورث معهم للذكر مصحة الأنسيين بشرط ألا يقل عن السودس أدي أقوال الفقهاء وما عامل به القوان المصري في علاقة الجد بمين بالإخوة والأخوات تعالوا بقى نشوف الجد إيه هو وجه الصعوبة فيها وجه الصعوبة من هي الجد التي أترف أربع أراء بس قبل ما أقول الأربع أراء عايز نتخيل الجد من خلال شجرة الجد وقبل ما أبتدي عايز أشكر إدارة التليفزيون وإدارة البرنامج اللي يسرت وتعبت الحقيقة في تمكين حضراتكم من اللابتوب اللي قدامي ده اللي هنذكر فيه الشجرة علشان نتخيلها شجرة الجد فممكن كده أحط السهم عند أنت أو أنت أنت هو أنت أو أنت إن كنت راجل فأنت وإن كنت مرأة فأنت كل إنسان له أب وله أم هذا الأب عملته بالأحمر ليه؟ عملته بالأحمر لأن إحنا مش هنتكلم في مراث الأب إحنا بنيكلم في مراث الأم أو مراث الجدة مش هنتكلم في مراث الجد الجد خلصناه فخليت الجد باللون الأحمر وهتعرفوا ليه اخترتوا لون الأحمر وبعدين اخترت الأم باللون الأخضر علشان هي اللي هتغرس فأنت هو لك أب ولك أم ده أي إنسان مظبوط وكل أب له أب وله أم صح ولا غلط؟ وكل أم لها أب ولها أم صح ولا غلط؟ طيب ده سليم أصبح الوقتي أنت لك جمجدة خليك كده في الأول خطوة لك كم جدة؟ لك جدتين الجدة الأولى أم الأم صح؟ أهي الخضرة دي أم الأم والجدة التانية أم الأب مظبوط ولا لا؟ أصبح كل إنسان له كم جدة؟ جدتين بس قال لا ده له أكتر من جدتين إزاي؟ خد الخطوة التانية مش جدك ده له أب وأم أيه آه هو عملت الخطوة التانية هو الأب ده اللي هو الجد ده الأب التاني الأب الكبير الجد له أب برضو وله أم والجدة اللي هي أم الأب برضو لها أب ولها أم طيب والأب الأم برضو له أب وله أم صح ولا غلط؟ وكمان أم الأم لها أب ولها إيه؟ أم أصبح الوقت كم جيل؟ جيلين واحد يقول لي معقولة أب الأب اللي هو أب الجد موجود تخيل إن أنت أو أنت العمر سنة العمر إيه؟ سنة طيب في واحد عنده سنة ويبقى عنده مال تاركة؟ كتير أبوه و أم ماتهم وسابوله و مصنع وسابوله و أراضي و أطيان الحادثة تمت والأب والأم ماتهم وأصبح أنت أو أنت معك ملايين اللي هيورس مين؟ الجدود افرض الجدود مش موجودين أبو الجدود ده ممكنة بين كل جيل و جيل عشرين سنة عشان بس ما حدش ينزعج لما هاجيب الدرجة التالتة اللي بعد كده أو الدرجة الرابعة اللي بعد كده احنا جبنا أول درجة الأب والأم وتاني درجة الجد والجدة وتالت درجة أبو الجد و أم الجد و أبو من الطرفين فيه كمان لسه مرحلة رابعة اللي هي جد الجد وجد وجدت الجد صح والغلط لكل أب أب و أم لكل أب أب و أم وهكذا دي منطقية ليش منطقية طبعا منطقية تقوم تقول لي يستحيل يكون الجيل ده موجود هقول لك والله طب فكر كده ادي لكل جيل عشرين سنة هتلاقي نفسك انت بداية سنة والأب والأم عشرين يبقى الجد والجد أربعين اللي فوق منهم ستين اللي فوق منهم سنة تمانين سنة تمانين دلوقتي أصبح متاح عند الكثرة أم لا أيها فاندي متاح عند الكثرة طيب فأصبح دلوقتي الصورة دي ممكن وجودها ولا مش ممكن وجودها طبعا ممكن وجودها بس قبل ما أبتدي في بيان المسألة دي عندي نظر التأمل عايز حضرككم تتفرجوا كده على أنت أو أنت هتلاقي نفسك ليك أب وليك أم وكل أب وأم له أب وأم وكل أب وأم له أب وأم الموضوع هيكبر 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 تقوم تقول لي لحد ما لا نهاية كده هطمنك تخيل هيرجعوا تاني يتنقصم لحد ولاد آدم قابل وهبيل وبعدين ولاد آدم إلى مين إلى آدم وحوة طيب فزي ما بدأنا بيك لك أب وأم بس هتنتهي تطلع تطلع تكبر تكبر وبعدين تنزل تنزل زي شفت المنظر ده مسلس سبعة وثمانية وتطلع تاني فوق الأب والأم وفوق منهم مين بقى الله الخالق الخالق جل وعلا فأصبحت انت في البداية تحت والخالق فوق بينك وبين الخالق الأب والأم وكل أب وأم له أب وأم ويطلع ويطلع لحد لما يبدأ يصغر تاني لحد أب والأم آدم وحوة ثم الخالق جل وعلا عرفته ان المسألة هنا أيمة على تخيل من هي الجدة الوارثة ده عدة جدات يعني ممكن يكون لك أربع جدات وارثات آه طبعا ممكن يكون لك أربع جدات وارثات فلما تيجي تشوف الجدات اللي احنا ذكرناهم دلوقتي اللي احنا ذكرناهم دلوقتي أول جيل اهو لك جديتين بس أم الأب وأم الأم فيه كمان الجيل اللي بعد ما كده هيبقى لك أربع جدات الجدات الأولى اللي هي أم أب الأب أهي أشاول لك بي الموس أهو أدي أم أب الأب أنت هو الأب أبوه ثم الأم أدي أول جدة الجدات الثانية التي ترس أنت هو أم أم الأب أم أم الأب أدى الجدات التانية تعالى الجدات الجهة الأخرى أم أم الأم أدى فوق أهو أم أم الأم والتانية أم أب الأم أم كم جدة أربع جدات مين اللي هيورس ومين اللي هيورس أربع عراء رأي بيقول جدة واحدة بس اللي هتورس ورأي بيقول جدتين بس اللي هيورسهم ورأي بيقول تلت جدات بس اللي هتورس ورأي بيقول الأربع جدات هيورسهم ولأنه قدت الحلقة انتهى إحنا بدأنا وإن شاء الله هنكمل ونعرف بإذن الله في الحلقة الجاية رأي مين اللي قال جدة واحدة بس اللي تورس ومين دي المحظوظة والرأي التاني اللي بيقول لا ده هم جدتين طب مين هم دول ومين اللي قال بالرأي ده والرأي التاني اللي بيقول تلات جدات اللي هيورسهم طب الرأي ده رأي مين ومين اللي يعني دليله ايه ومين هم الجدات دول التلاتة ومين الرابعة اللي مش محظوظة والرأي الرابع اللي بيقول لاربع جدات اللي هورسهم وكل جده تورس ولا فرق بين جده وجده رأي مين ده وليه احنا ما خدناش بالرأي ده كل ده هنبينه ان شاء الله في الحلقة الجاية ونشوفكم وانتم في احسن حال